قال الجيش الأمريكي أن الحوثيين أطلقوا صاروخاً باليستياً قريب المدى من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه السفينة الأمريكية يو اس اس لابون في البحر الأحمر وجاء في بيان للقيادة الأمريكية الوسطى أن الصاروخ لم يصطدم بالسفينة ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار وأضف البيان أن القيادة المركزية للولايات المتحدة وسفينة تابعة لتحالف تمكنت من تدمير طائرتين مسيرتين أطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون مثلت تهديداً وشيكاً لسفن تجارية وسفن البحرية الأمريكية